السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا لليوم وصفة رائعة جدا مجربة وفعالة جدا في تبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم وأيضا التخلص من رائحة الفم الكريهة وعلاج نزيف والتهاب اللتة فإذا كنتم تعانون من هذه المشاكل فهذه الوصفة هي الحل والعلاج النهائي لكل هذه المشاكل ومن تجربتي الشخصية فصراحة هذه الوصفة تعطي تبييض فوري للأسنان من أول استخدام وكذلك فهي تعمل على تفتيت الجير المتراكم بالأسنان وتبعالي التهاب وانتفاخ ونزيف اللتة فإذا كانت لتتكم ملتهبة ومنتفخة ستصبح ورضية فقط بهذه الوصفة وهذه الوصفة فهي أيضا تزيل رائحة الفم الكريهة وتعطيكم النفس منعش وقبل أن أمر أحبائي لمكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم أحبائي دعمي باللايك إذا أعجبكم الفيديو لتجعل المزيد من الوصفات المجربة إن شاء الله وأول شيء أحبائي أول مكون سنحتاجه في هذه الوصفة وهو الشمعة واحدة سنحتاج إلى شمعة صغيرة كما تلاحظون تكون من الأحسن أن تكون بيضاء اللون كما تلاحظون نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة يعني إما قطع صغيرة أو كبيرة فهذا اللا يهم كما تلاحظون أحبائي سأقوم بتقطيعها كلها فالشمعة كافية كما تلاحظون فبالنسبة أحبائي لهذه الوصفة فهي رائعة جدا فهي تعطي تبييض فوري للأسنان من أول استخدام ومع المدومة على استخدامها فهي تعمل كذلك على تفتيت الجير المتراكم بأسنانكم وكذلك تعالج التهاب ونسيف اللتة والذي يكون سببه الجير المتراكم بالأسنان كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بتقطيع الشمعة بأكملها بهذا الشكل كما تلاحظون والآن نمر إلى المرحلة الثانية من هذه الوصفة وسنحتاج إلى قدر أو كاسرونة وسنضع فيها الشمع لكي نقوم بتدويبه على طريقة حمام مريم أي على البخار نحتاج إلى قدر نضع فيه الماء ونحتاج إلى قدر آخر نضع فيه الشمع ونقوم بتدويب الشمع على البخار كما تلاحظون بهذا الشكل لمن لا يعرف طريقة حمام أو بخار مريم كما تلاحظون وهذه الطريقة نضع قدر به ماء وآخر فارغ نضع به الشمع ونقوم بوضعه على النار هادئة جدا مع تحريك الشمع من حين إلى آخر حتى يدوب لنا الشمع تماما لن تأخذ معكم الكثير من الوقت يعني لإذابة الشمع ستحتاجون فقط يعني نصف دقيقة تقريبا لإذابة الشمع تماما كما تلاحظون سأضعه على النار وبعد ذلك سأقوم بالتحريك من حين إلى آخر حتى يدوب للشمع تماما كما تلاحظون بدأ الشمع بالدوبان بهذا الشكل يعني لن يأخذ معكم الكثير من الوقت يعني فيدوب بسرعة فقط مع التحريك سيدوب لكم بسرعة نستمر بالتحريك كما تلاحظون أحبائي حتى يدوب لنا الشمع تماما كما تلاحظون من الأحسن أن تقوموا بعمل هذه الطريقة لكي لا يحترق لكم الشمع إذا وضعتموه مباشرة على النار وكما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بتدويب الشمع أصبح لي على هذا الشكل يعني على شكل زيت بعد ذلك سنقوم بإزالة الخيط خيط الشمع بعدما قبنا بتدويبي أو يمكنكم يعني إزالة الخيط في المرحلة الأولى عند تقطئي بعد ذلك كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بإزالة خيط الشمع يعني بعد ذلك سنضيف المكون الثاني في هذه الوصفة وهو مكون كذلك رائع جدا وهو زيت الزيتون سنضيف زيت الزيتون كما تلاحظون أحبائي تقريبا 5 ملاعق من زيت 5 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون من 4 إلى 5 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون فزيت الزيتون رائع جدا مضاد للبكتيريا وعلاج فعال للتهابات اللتا وكذلك مزيل للرائحة الكريهة من الفم ويحمل أسنان من التسوس ويرطيل معان رائع جدا للأسنان وهو مبيض طبيعي للأسنان كما تلاحظون أحبائي بعدما أضفت زيت الزيتون سنقوم بالخلط جيدا كما تلاحظون ويبدأ لنا الشمع يعني بالتجمد كما تلاحظون نستمر بالتحريك فلن يجمد معكم كثيرا يعني سيصبح شكله على شكل كريم بهذا الشكل وبعد ذلك أحبائي سنضيف المكون الثالث سنضيف كذلك عصير الليمون كما تلاحظون بعد ذلك سنضيف بعض القطرات من عصير الليمون فقط يعني بعض القطرات تقريبا ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقوم بالخلط مرة أخرى حتى نحصل يعني على قوام يكون قوام كريمي على شكل كريم يعني استمر بالخلط جيدا عند إضافة يعني عصير الليمون وم بالتحريك جيدا يعني للحصول على خليط يكون قوامه كريمي فاتي الوصفة يعني رائع جدا ومجربة مني شخصيا أنا جربتها قبل أن أضعها في قناتي وصراحة تعطي تبييض رائع جدا للأسنان فأنصحكم بتجربتها فأنا جربتها وأعجبتني النتائج وقلت لما لا أشاركوها معكم لكي تستفيدوا أنتم أيضا كما تلاحظون أحبائي بعدما أضفنا بعض القطرات من عصير الليمون نقوم بالخلط جيدا كما تلاحظون وهكذا يصبح يعني شكل الخليط يكون قوامه على هذا الشكل قوام كريمي وبعد ذلك أحبائي بعدما نحصل على هذا القوام يمكنكم يعني إحضار مصفات وتصفيته للحصول يعني على قوام يكون كريمي يعني بدون تكتلات سأحضر مصفات وأقوم بتصفيته يمكنكم الاستغناء عن هذه الخطوة يعني الاحتفاظ بالخليط كما هو أو يمكنك تصفيته للحصول يعني على قوام يكون بدون تكتلات فهذه الخطوة فقط لإزالة التكتلات يعني تكتلات الشمع كما تلاحظون أحبائي نحضر مصفات ونقوم بالضغط جيدا نستخراج يعني الخليط يكون بدون تكتلات ونستمر يعني بالضغط جيدا حتى نكمل الخليط بأكمله وهنا لا تكون الوصفة جاهزة كما تلاحظون أحبائي يعني مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في جميع البيوت والأهم أنها فعالة جدا في علاج كل مشاكل الأسنان كما تلاحظون يعني بهذا الشكل نحصل على خليط يعني كريمي بدون تكتلات يكون قوامه بهذا الشكل والآن تنمر إلى طريقة عمل أو طريقة استخدام هذه الوصفة بعدما أصبحت الوصفة جاهزة كما تلاحظون يعني عندنا كمية كبيرة ستبقى لكم هذه الكيمية تقريبا لمدة أسبوع يمكنكم الاحتفاظ بها يعني في علبة زجاجية وتستعملونها يوميا فبالنسبة يعني لطريقة استخدام هذه الوصفة ستأخذون فقط القليل فقط كما تلاحظون تقريبا ملعقة صغيرة المقدار الذي ستستعملونه فقط لغسل أسنانكم وبعد ذلك ستضيفون إليها معجون الأسنان بالنسبة لمعجون الأسنان يمكنكم إضافة أي معجون أسنان متوفر لديكم في البيت يمكنكم استخدامه وإضافته يعني لهذا الخليط نضيف تقريبا ملعقة كذلك ملعقة صغيرة من معجون الأسنان ونقوم بالخلط جيدا كما تلاحظون نستمر بالخلط جيدا حتى يندمج لنا معجون الأسنان مع الخليط وبعد ذلك فبالنسبة لطريقة استخدام هذه الوصفة ستأخذونها القليل من هذه الوصفة في فرشات الأسنان ومن الأحسن أن تكون فرشات أسنان خاصة بالوصفات الطبيعية وتقومون بفرق أسنانكم جيدا وركزوا على المناطق التي بها بقع السوداء وكذلك المناطق السفراء في أسنانكم وكذلك ركزوا على المناطق التي بها جير متراكم قموا بعمل حركات دائرية جيدا وقموا بعد ذلك بغسل فمكم وستلاحظون فرق كبير جدا جدا تغيير واضح جدا في أسنانكم ستعمل على تبييد أسنانكم من أول استخدام يعني تبييد فوري للأسنان وكذلك ستعالج لكم كذلك نزيف والتهاب التي إذا كنتم تعانون من هذا المشكل ومع المدوم على هذه الوصفة ستعمل كذلك على تفتيت الجير المتراكم في أسنانكم إذن كانت هذه وصفتنا أحبائي لليوم أتمنى أن تكون قد فادتكم وعجبتكم وأن تجربوها ولا تنسوني باللايك إذا عجبكم الفيديو وأنا ألقاكم في وصفة قادمة مع فيديو جديد وشكرا لكم على المتابعة